اهتمام عربي كبير بالانتخابات التركية الأخيرة بدى ظاهرا منذ بدايتها وتجلى بعد انتهائها عبر الاحتفالات التي شهدتها بعض شوارع المدن العربية احتفالا بفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمدة رئاسية جديدة اهتمام شعبي يعزوه كثيرون إلى ما تمثله التجربة التركية بقيادة الرئيس أردوغان من حلم يداعب مخيلة كثير من الشعوب العربية والإسلامية اذ تعد تلك التجربة النموذج الأكثر نجاحا في المنطقة سياسيا واقتصاديا بالنظر إلى التطور الكبير الذي أحدثه أردوغان وحزبه في البلاد منذ تولى السلطة قبل عقدين من الزمن وهو نموذج لا شك أن أكثر الدول العربية والإسلامية تفتقد إليه بحسب ما يراه الكثيرون غير أن الانتخابات الأخيرة في تركيا شهدت تطورات كبرى تتعلق بقضية اللاجئين في تركيا لا سيما بعد أن تحولت إلى ملف سياسي داخلي استخدمته أحزاب المعارضة لضرب شعبية أردوغان قبيل الانتخابات الأمر الذي يفرض على حكومة أنقر الجريدة انتهاج سياسات واضحة لحل الأزمة وهو ما بدأ بالفعل حتى قبل الانتخابات إذ تركز الإدارة التركية على التعاون مع الدول العربية والمجتمع الدولي فيما يتعلق بتمويل إنشاء مدن جديدة في الشمال السوري وتوفير سبول العيش الكريم فيها لاستيعاب اللاجئين ضمن برنامج للعودة الطوعية وانطلاقا من توجهات السياسة التركية إزاء المنطقة العربية قبل الانتخابات الأخيرة وكذلك من الثقل السياسي والاقتصادي الذي تمثله بعض الدول العربية بغض النظر عن بعض الخلافات والقضايا العالقة فإنه من المتوقع بحسب محللين أن تتجه العلاقات التركية العربية نحو مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري مع دول الخليج العربي ودول الشمال الإفريقي فضلا عن فتح آفاق جديدة للتعاون في الصناعات الدفاعية لا سيما مع كل من قطر والسعودية والإمارات